موسيقى ورجعنا لكم تاني من الفاصل ومش حاجة اقول لكم ريحة الاكل بقى يعني ماليا اللوكيشن حاجة كده وهم يعني وليه باعملتي ايه؟ مادئين احنا سمك القروس قلنا ندبله تماما مالح وفلفل اسمر فقط لغير معلقة زبدة معنوس معلقة زيت بعد كده شوحنا فيهم بصل اورمة بصل اورمة مش بصل قطع لا بصل اورمة الصغير مع ورقتين اللوري وثلاثة وحدات حبان لا اكثر ولا اقل يتشوح تشوحة كويسة بعد كده انزل عليها من الماء السخنة تغلي مننزل السمك القروس ده شك الواحده طبعا الرز الابيض كل بيعمل الرز الابيض والعيش الشامي قطعناه وحمرناه في الزيت وطلعناه طبعا على المناديل ده الشامي ايوه ايوه وعملنا بجانبيه بتنجان بس بطريقة جميلة البتنجان الرومي قطعناه وقدرناه حاجة بسطة جدا بالدقيق وبعد كده قليناه وطلعناه على المناديل ايوه وفي نفس الوقت الشريحة بتبقى مسكة نفسها ما بتبقاش طرية او تنزل زيت كتير وبعد كده عملنا فص ستوم واحد شوحناه في مكان الالية يعني ما حطناش زيت مكان الالية علشان الكوليسترول وبعد كده يدوبك دبل نزلنا عليه طماطم وشبهة بقدونيس ومعلقتين خل وملح وكمون على اساس انه يبقى نوع مخلل جنب الفتا وطبعا السلطة بلدي اساسي بس منظرة حتى منظرة جميلة يفتح النفس حالة جميلة احنا قلنا دايما انكبتنا سهلة ومسيطة وليلي بقى مكان السمك دي لو حطينا عملناه بقى بالبوري البوري هيبقى وضع مختلف شوية البوري هيتعامل معاملة البولتي او الدنيس البولتي او البولتي او الدنيس او البوري بتعمله خلطة اسمها مرتغ الخلطة دي عبارة عن بصل وذبيب الزبيب منقوع شوية على اساس الحلاوة بتقنزلت في المياه ومن غير ما يتشوح وهو نيه يبديعك البصل بالفلفل اسمر والمالح والحبهان البودر وبعد كده نحط مع الزبيب ونقلبه ونحشي موضوع الزبيب ده جديد على فكرة اول مرة اسمعه لا بس هو تحفى على فكرة تحفى بيدي تستعلي قوي بيدي تستعلي جدا بيدي تستعلي قوي ونقفلها ونلفيها بورقة فويل ونكون مجهزين نفس المرأة نفس المرأة باورس البصل الورما والحبان وورق اللوري ونشوحوا وننزل على برماء السوخ نتغلي وننزلوا في السمكة ممكن تكليها تتخذها تأدي من ربع ساعة بالزبط وأقل من ربع ساعة الأرس يوجد عدد مساءة من ربع ساعة يمكن أن يكون أقل من ربع ساعة الخارج وباضح بأن تствهى الأرس يمكنك فتحة ورقة الفويل وضع قوة اللمون وكتعة زبدة ودخلها الفرن تأخذ لون فقط لغير بس بتستيبتها خفيفة عيش ده العيش ده العيش بس ملحوف اونا فغل ده ده يمكن يختلف عن ده فهي بتبقى طحفة وتبقى جميلة جدا 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 ومجال الاسماك واسع جدا والافتكاسات فيه كتير جدا 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 وليل الصص بقى الصص فتة عادي الطم بنشوحه بس ما نخلوش ياخد لون وبعد كده بننزل عليه عشان ما يمررش اه بعد كده وعشان كمال ما يعملش انتفاخ اه يعني الطم لو هو ني ما يتعبش المعدة زي ما يكون متحمر تحمير كامل او واخد اللون الدهبي لا على اساس الناس كتيره فعلا بتنصح الدكاترة بينصحوا بفص طم على الريء الصبحة اه يعني على سبيل المثال برضو الملوخية يعني انت ممكن تستعيد عن الطم وطشة الطم وتحط حط الطم نية اه في الملوخية اثناء تسويتها على النار اه انا بعملها كده اه وبدل ما تعملي طشة الطم هتعملي طشة كسبرة انا تحط اذا كان مادة الدهنية اللي عندك اذا كان زبدة او زيت وتحط فيها حبة كسبرة ويا دوبك يسخن كده الناس اللي بتتعب من الطم اه من الطم اه تستخدمه ني مش لازم تستخدمه من محمر اه تاخد فصين طم يتحط في الملوخية يعني حاجة جميلة جدا وكمان بتزيد الخضر بتاع الملوخية اه وما بعملش اي التهبات او اي تعب في القولون او في المعدة يعني بتحط حط الطم نية مع الملوخية وهي بتستوي وبتقليبيها وبتحط تعمليها طشة الكسبرة من غير طم وبيحطوا ربع معلقة السكر لو فيه طماطم اه اللي هي عصير الطماطم اه التزبيكة اه بيحطوه علشان اله عشان اله اه اه والحمودة وكده اه اه تمام تمام اه احنا كده وقبتنا في اعتبار ما شاء الله يعني كاملة وممكن نبدل يعني اللي ما عندهمش المقدرة بنوع السمك ده اه ممكن نبدل اي سمك اي سمك اه بسمك اي سمك اي سمك اي سمك اه واحدات جنبالي بسيطة اه اه عملة دوكيريشان جميل في في الطبق زاهر عندك ولمون والعيش وبقدونس اه الخضرة طبعا اساسية الخضرة دي يعني اساسية في اي حاجة على اساس الحاوله الخضرة دي نازم بموتواجدة في كل حاجة اه اه في الايام بالذات اللحنة فيها دي كمان وفي كمان تعليق بسيط اه فضالي الحاجات الورقية عموما اصناها غسلة طبعا كل ستاتن للبيوت نضافه شطرين جدا بس كمان فيه ميزة يعني قبشان حلوة قوي لما تيجي تخسلي الحاجات الورقية بعد ما تخسليها هاتي حاجة فيها مية وحط فيها معلقة ملح الملح ملح ومعلقة ملح في شوية مياه ونقع فيه من خمس دقائق اي حاجة عالقة بالخضروات والذات الخضروات الوراقية اي خضار نستخدمه شبه بقدول يفك من الورقة نفسه ملح مش خل لا الخل يحرق الخضار الخضروات الوراقية تبص مثلا على جرجير او على كابتش او حاجة زي كده تبص تجد الورقة خلت لون مختلف اتحرقت لكن انا نقول ملح ونقع فيه من خمس دقائق او عشر دقائق مش هيقصل على المادة الخضار عموما بالعكس هتبص تلاقيه كل ما هو قاعد ومش هيضره هتبص تلاقيه اي رواصف او اي حاجة علقة بالخضروات الوراقية دي بالذات تلاقيها نزلة وهتشوفيها انت انت هتتفاجئ انا هتتفاجئ انا هتتفاجئ انا نغسناه كويس ده كان فين ايه في القوع كده قوليلي بقى انت عندي جروب اسمه محبي الشيف حكمت بتعملي فيه قتل ووجبات وكاترنج للمحلات اه تعملي اي بقى قوليلي بقى كده والاصناف اللي انت بشتعمليها سامبوسا سبرينجرول ورق العنب الكبيبة الشامي بقى احجام طبعا لان فيه مثلا فيه محل يقولك لا انا عايز الوزن واحدة مثلا 65 انا عايزة 80 بتقدار يتعمل اه طبعا بوزن رزب بتاعه يكون ثابت تمام على حسب المينيو بتاع المحل او على حسب التكلفة بتاعه هو عامل ايه طبعا المينيو بتاعه الاساسي ايه اه تعملي عزومات اه بنعمل عزومات زي ايه بقى قوليلي كده لو عزومة كده سي مثلا يعني عزومة مثلا من عشرين فرد تمام بنختار المينيو اللي يتناسب مع صاحب العزومة اه بنشوف هو امكانياته ايه يقول لي مثلا انا عايز مثلا الفرد في حدود مثلا اه اربعين جنيه الفرد في حدود خمسين جنيه بتعمليله على قد هو بيحدده احنا بنعمله وبنعمله حاجه مشرفه جدا ونعمله حاجه كويسه وفي نفس الوقت اقواليتي بتاعها عادي وتشرفه وتتناسب مع امكانياته ومع ظروفه طيب ده بالنسبة بقى للعزومات قوليلي بقى لو حد كده فرد جاي قلت مثلا عايز كده مثلا ورق عينب عادي ايه اذا كان نيه او مستويه وليلي كده المينيوب بتاعك بتعملي ايه احنا سايت مويني احنا عموما المحاشي طبعا لما فيش بيت ما بيحبش المحاشي طبعا احنا المحاشي خاصة المحاشي المشكلة يعني دلوقتي الناس بطلت بقى محش الكروم ومحش ورق العينب بقى يتطلبوا حاجه بسيطة معي لان المحلات بقى يتوفر ده وبينزلوه بقى بالنبس الرمان ومعرفش ايه بقى برضه حاجه مختلفة بس لو فيه جسد عارف الحاجه اللي هو عايزها وبيطلبها بياخدها زي ما هو عايزها ما فيش ادنى مشكلة لكن بالنسبة بقى المنبور بصي كل ما تتخيلي بتعملي كل حاجه بإذن الله طيب ليك بقى في الحلويات ولا هو بس الحلويات لا لما نقول دكتور نقول دكتور تخصص كذا ما انتعش نقول دكتور كشكول كل حاجه بطن اعظام قلب او عيد مو لا ما انفعش يعني شغلي كله انترنشمال او شغل ايه خبرتك قد ايه في موضوع المطبخة كده ما يقلب من 29 سنة ما شاء الله خبرة خبرة يعني تطلبوا منها الوردر وانتم غمضين عندك ديليفري طبعا بيوصل طبعا وسيروح ناين الديليفري لان فيه ناس تقول لي احنا بنطلب حاجات مثلا بمئتين جنيه والديليفري ياخد مننا سبعين جنيه فبيروحوا لقيين الوردر كله علشان الموضوع ده هي جزئة ديليفري دي هي تمثل مشكلة تمام بس في نفس الوقت يعني ما تكون مطلعة اردر بمئتين جنيه وهتدفع منه سبعين جنيه هل هي كسبانة في الوردر السبعين جنيه اللي هي هتدوم للدريفلي لا طبعا اه تمام تمام برضو على حسب الجسد برضو يا جماعة لازم يراعي المشوار يعني من فين لفين بيعملوا كده بيقولي انا طالب اردر مثلا بمئتين جنيه طب والتوصيل سبعين جنيه لا كتير يعني انا دلوقتي في عميل بيطلب مني اردر مثلا بقى الفي جنيه تمام وفي التجمع لما اجي اقول له ميت جنيه معي مش اقول له مية وخمسين ليه لان انا ربنا امراضيني لما انا اقول له مية وادفع خمسين جنيه من معي لدي اه مش هتأثر علي مش هتأثر علي فبردو العميل واللي بيشتغل او صاحب المكان لازم بقى فيه انسجام ولازم بقى فيه تسامح في الجزئية دي او تنازل فيها مش لازم ان انا اشاهل كله للجسد ومش لازم ان انا اشاهله كله لا نقسم بلد اتنين يبقى فيه مشاركة بس المشاركة اه لو مثلا لو الاردر بتقولي بألف دنيه انا بتكلم علي الاردرات في مدينتي يعني انا بشبر الخيمة وده في مدينتي اه علشان اطلع له ودريفلي نفر ان انا هبعت له حد طيورة بفيسبا او بموتسيكل اكيد هي هيخدتها عربية 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 لازم ترجعلي عشان تديني الحساب تمام فهي رايحة هتبقى رايحة وجاية اه فبرضو مهي دي برضو مشكلة معي فلازم لازم فيه تعاون بين الترافين في الجزئية دي والله يفنني انا على نفسي بعمل كده مع مجموعة محلات بتعامل معها في التجمع وفي الرحب حضرتك المواصلات بتاعتها كذا انا هشيل كذا وحضرتك تشيل كذا ويلاقي ايه بلاقي ترحب جدا وبيقولوش لا بالعكس تبقى حتى الدريفلي لما بيروح حتى الدريفلي لما بيروح بيحسبوا وبيروح مددوا اكرامية برا الحساب لما يجي الدريفلي يقول لي دي زيادة اقول له خلاص دي بتاعتك انا مليش دعو بيها دي من هو ليك دي مش كسيت انا مش بتاعت دي حاجة دي لجعلك كبرة مثلا مصر الجديدة ياخد كم ياخد اربعين اه انا مثلا عند الدريفلي اعمل له اي مشوار خمسين جديد في حدود الكبرة بس ما اجي اقول له اطلع المدينتي اهو ده مشوار حرام علي اما اجي اقول له اطلع الرحب حرام اما اقول له اطلع الجيزة حرام اه اه كل برضو على برضو على حسب المساحة بتخترف اهو المكان وعلى حسب حجم الوردر امم ما جالكيش مثلا عميل قالك لغى الوردر بعد ما طالبه بسبب التوصيل لا لا والله الحمد لله الوردر بتاعها كله بيبوز مثلا لما منطلب حاجة اونلاين على موقف حصل معي كان في عميل واخ صديق غلي جدا علي يعني بعيد جدا في مصر قديمة طلب أوردر كان عامل في حدود 850 860 حاجة كده وحطينا الولد وخدها قال انا كانت كلها صواني مقرنة بشمل كفتة وفريخ وريش ضاني كده فالولد بمجرد متحرك اتفاجئت فيه ما فيش تلت ساعة بيتصل بيقول لي ما دام عليش صنية المكرنة وقعت والشاه وقع مني وطوله خلاص اركنها على جن ونزل فلوسها من الفاتورة وقدم بقية الوردر فالولد يعني استحرم قال لي هي وقت بس موقعتش في الارض فوقت في قلب الصندوق بتاع الدريبلي فعدلتها بالغطى بتاعها وطبع لو الشاب ايش زي ما هو فراح للعمير فقال له حضرك كذا 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 وبسنة المكرنة دي نزلها من الحساب ومدام قلت نزل حسابه وتفضل الفاتورة قال له قل لها ده مش صح انا هدفع فلوس سنة المكرنة قبل الوردر ده عميل محترم جدا عميل قديم بشكرك جدا واستناكم ان شاء الله اه بشكرك جدا جدا على المينيو واستناكم ان شاء الله في الاسبوع الجاي وحلقة جديدة شكرا بإذن الله موسيقى 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 موسيقى